اقول لحضرك دلوقتي انه دورك دلوقتي ان انت تبقى مبسوط بالأداء للنجاح اللي بعمله مروان مش تركز معك كلمة ولا كلمتين ملهمش معنا يعني لو انزلت في الشارع دلوقتي تسألت الناس مروان محسن يقولك اكتشافنا بطل ونجم في البطولة دي مفيش بقى الهجوم ده محمد لله انت كنت بتتكلم على الناس في الغربة والحمود كان كده بيحصل زمان لما كنت في السعودية كنا بنلم للناس والصفارة مفيش يعني فاحنا بنقوله الناس اللي هم قريبين من الراجل والغاية ما نصفره هنا والكلام مصبوط مصبوط ماتش اللي فاتت وانت بتتفرج على ماتش مصر وبركينة فاسه قبل النهائي وشايف ابنك وهو قاعد بالعكازين على الدكة طبعا واحد متأثر يعني بقى متأثر جدا انا ما بشوفه قدامي كده ويعني صوب علي في نهاية الماتش سابن العكازين عاوز مش هادر عاوز يجري للناس يحضل حضري والعيبة بعد الفوز اه يعني وبعدين انا فجأت بأحمد حجازي عمال يلف الملعب ورفع شرط بتاع مروان 18 يعني انا قلت يعني كل ده كفاية عندي بقى الحب ده هو ده الاحساس الصح وده عندي بالدنيا يعني هو ده الاحساس الصح وربنا يجيبه بالسلامة وموقف الاهلي وموقف حساب الاهلي موقف الاهلي بقى كمان موقف محترم نحن لا لا ناس محترم نبلغوا بس المشاهدين ان كابت الحساب البدري اول ما بلغوه انه خلاص رمضان اثبتت التقارير والاشعة انه اصابته بقطع فرباط صليبي وطعبين ده بياخد من 4 الى 6 شهر فالقايمة الافريقية دايما بتبقى صعبة لان انت بتحط اللعيبة اللي انت هتحتاجها فعلا فلما يتبقى معك لعيب هتفتقده 6 شهر الطبيعي الطبيعي اي مدارب حيستبعده من القايمة اقوله خلاص معلش السنة الجاية لكابت الحساب البدري فاجئنا انه قال طلعوا وقال لن استبعد مروان محسن من القايمة الافريقية وانه ان شاء الله الاهلي هيوصل للأدوار النهائية وساعتها حيلحقنا مروان طح فالحقيقة موقف محترم ده اهمية مروان محسن صح صح حقيقة يعني هو النادي الاهلي كده هو النادي الاهلي كده طيب خليني اخذ